السلام عليكم شباب معكم علي اتاكو جيمر رجعا ورجعنا لكم بمقطع جديد من مايكرافت طبعا مين بتذكر فيكم هذا البيت البيت الفاشل اللي بنيته وانا كنت عمي لعب سولو هلا بعد ما تعلمت من صاحبي وسيم اللي ما شافه المقطع الماضي روح يشوفه المهم انه فكرة هذا المقطع حبيت تحدى البي سي تبعي انا اللي ما يعرف البي سي تبعي مواصفاته موجودة بكل وصف بالفيديو بدي شوف لأي حد البي سي بتحمل من التفجير بمايكرافت طبعا انا اللي ما يفهم فكرة الفيديو هروح لمكان هنا والله ما بعرف وين دور على اللي بيعرف اكيد اللي بلعب مايكرافت فهمان قصدي هلا شو بدي سوي فانا بدي اعمل تحدي انه شوف هالبي سي تبعي تحمل اكمية هائلة من الانفجارات الكبيرة هاي هي فكرة تنو هاي هي التي ان تي اخوان رح حط اكبر كمية ممكنة طبعا انا رح ابدأ اول شي بوحدة بعدين عشرة بعدين مية بعدين الف هيك عرفتوا كيف خلينا نشوف كمية التحمل اللي يدري يتحملها البي سي بس طبعا لقينا منطقة جدا حلو لانه المنطقة جدا بايخة الصراحة المهم يا اخوان لايك واشتراح بقناة لا تتسلوا نصلون على النبي وتدعو لأخواتنا في فلسطين الله ينصرهم يا رب ويكون بعونهم يلا يا اخوان رحت لعالم يكون ما في ثلج وفي الثلج ورانا ما بدنا ثلج احنا طيب ما عرفنا قبل شوية نفجر ما بعرف شو السبب بس يلا هلا بنحاول انفجر ايوه هاي حبة واحدة لاتس جو اوكي الانفجار على الحبة الوحدة جدا ضعيف صار رغم هاتشوفوا كمية الدمار طيب يلا عشر حبات هلا بعد الحبة الوحدة يلا حط واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ست سانية حط نفس الصفين طيب هاي نحط الحبة العاشرة طيب هيك يلا عشر حبة هنه حدا عايش اعتبروا يلا لاتس جو ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو اسمه. مية حبة. عشر حبات. المهم يلا نروح الانفجر كمية اكبر. اذا نلاقي مكان فاضي هيك. ايو هذا المكان اظن يسعى مية حبة. في الله نعد مية حبة يا اخوان. هي واحد. الهيك يا اخوان كملوا مية حبة. بس هكمل المربع كله بصيره مية وعشرين تقريبا. في الله مو مشكلة. يلا والان سنفجر مدريك مية وثلاثين حبة تي لاتس جو. يلا لاتس جو. شوفو لي على الانفجار يا اخوان يلا لاتس جو. او هو هوي. لا لا الانفجار جدا قوي اخوان بلسي بكل بساطة تحمل مية حبة. هلا بدي فجر الف حبة هلأ شوف بيتحمل البي سي الف حبة. شوفو يا اخوان شوفو كمية تي انتي هي هي شكل الالف حبة تي انتي. شكله خرافي. طيب يلا روح مفجر. نشوف. اغلنا تي لاتس جو يلا تطلي شمع لقلك هون. طبعا ما رح تنفجر ما بعرف ليش ما بتنفجر ايه. يلا لاتس جو. جهزوا حالكم للانفجار. هو 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 ايش هذا? شوفوا يا اخوان اتدمرت اتدمرت شوفوا شوفوا ايش ها? هيوصل للقاع لتحت هذا. هيوصل للقاع. اه ديم يعني تأثير الالف قنبل هيك كيف الالفين والثلاثة والعشرة والمية لانا شوفت ناس على اليوتيوب يفجروا مليون قنبلة فما بعرف انا شكلي بحسوي هلأ اه عدد اكبر من الالف بهذا المقطع حخليهم الفين وننهي المقطع ونشوف ازا بجيب اه تفاعل المقطع هذا اساسا ولا لا بس انا اللي عجبني انه البي سي كل هذا متحمل بس انا هلأ بدي شوف ازا حطيت الفين بيتحمل بس شوفوا هاي الارنها كلها كانت خضار صارت جورة كبيرة الصح يلا روح نبنينا عدد كبير جدا من تي انتي ما رح عد الصراحة لانه العد جدا متعب للالقام الكبيرة بس هعمل هيك مغارة جدا كبيرة من تي انتي يلا يا اخوان انا اظن اني هيك اكتفت بس طبعا هاطلع بهاي لفوق الفوق هشوف بيوصل انفجار لتحت اطلع فيها اكتر ممكن يلا يا عمي اطلع اطلع يا اطلع 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 ايوا شوفوا انفجار هيبدأ من فوق يا الله شكرا انزل تحت يا الله.. لا 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 تقعgil نفس قمية الدمار يا اخوان لساوها هذه واس احلى سبيل بيسي متحمل المهم يا اخوان هيك وصلنا لنهاية المقطع طبئاا هاد المقطع يزيلي هيك فيديو مختصر كشورت وفيديو هيك الشورت مشان يروح المقطع هاد وهايك يعني بتعرفوا اعلانات ودعايات المهم لايك اشتراك unseren nem Simple الله عن النبي مع السلامة